البرمجة لغة برمجية إذن فالبرمجة هي عملية كتابة الأوامر والتعليمات بواسطة لغة برمجة للحاسوب لكي يقوم بتلفيذها الأوامر تسمى برنامجاً اللغة التي نكتب بها هذه الأوامر تسمى لغة برمجية والعملية تسمى برمجة ما هو الغرض من استخدام لغات البرمجة؟ الغرض من استخدام لغات البرمجة هو اقتسام المشقة بين الإنسان وبين الحاسوب لأن الحاسوب لا يفهم لغاتنا البشرية ولأننا نحن البشر لا نفهم لغة الحاسوب التي تكنا بلغة الآلة Machine Language وكذلك Machine Code وكذلك اللغة الثنائية Binary Language كما رأينا في درس سابق فالحاسوب لا يفهم لغاتنا البشرية من عربية وفرنسية وإنجليزية وأيضاً نحن البشر لا نفهم لغة الآلة إلا بعد جهد جهيد وسميت لغة الحاسوب باللغة الثنائية كما ذكرنا سميت لغة ثنائية لأنها تساند في تمثيل البيانات ومعالجتها على وحدتين ثنتين وهما الصفر والواحد فلكي يكون الحوار بين المبرمج وبين الحاسوب متناغماً يتم استخدام لغات وسيطة تسمى لغات برمجية من أجل كتابة أوامر مفهومة نسبياً عند الإنسان ومن السهل كذلك على الحاسوب أن يعالجها ويحولها إلى أصفار وآحاد من خلال عمليات الترجمة التي تنفذ بواسطة برنامج يسمى المترجم Compiler وفي بعض اللغات بواسطة المفسر Interpreter إذن فلغة البرمجة هي وسائط بين لغة البشر وبين لغة الآلة وكلما اقتربت لغات البرمجة كما تلاحظون مع هذه الصورة كلما اقتربت من لغة الآلة يعني سميت بـ Low Level Language يعني لغات منخفضة المستوى وكلما اقتربت إلى اللغات البشرية سميت High Level Language مثلاً لغة الاسمبلي هي قريبة إلى لغة الآلة منها إلى لغة الإنسان يعني بعيدة من لغة الإنسان وقريبة إلى لغة الآلة إذن فالاسمبلي Language تعتبر من اللغات المنخفضة المستوى بينما لغة الفورتران والسي والباسكال والفيجوال بيزيك دوت نت ولغة سي شارب ولغة جافا هذه قريبة من لغتنا البشرية وبالتالي فهي تعتبر ضمن High Level Language يعني تعتبر ضمن اللغات العالية المستوى اشتركوا في القناة